نبدأ بأهم مشروع زي ما حضرتك قلت كده الموجود في زمام الحي هو مسجد سيد أحمد البدو أعمال التطوير اللي تمت سواء في محيط المسجد والساحة والمنطقة كمان المحيطة في المسجد والله احنا يعني التطوير الحمد لله يعني تجاهات سيادة الرئيس دايما ان احنا كل ننطقي البلد مع الوزير المحافظ من أول دقيقة في يعني دعمه مستمر وبدأنا نشتغل ازاي نخطط ان مكان زي ده بقدسيته يظهر بالشكل اللي بيليق بمدينة طنطة كلها ويبقى فعلا فيه تطوير ويبقى تطوير ملموس يعني الفكرة مش ان احنا هنعيد رصف او هنعيد تأهيل او لا فكرة زي نحافظ على الهوية البصرية كمان بتاع المكان نفسه الحمد لله كان فيه توفيق كبير في الموضوع ده زي ما سيادتك شايف يعني تعمل مامشا الشوارع تعمل البازلت بحيث ان احنا نحافظ على يعني نفس الرتم بتاع المكان والهوية بتاعته نحافظ عليها حتى المرضود بتاع الناس وجهات المحلات كلها نفس الوجهات تعميم حتى الوجهات المحلات والدهانات والكلام ده كل الحاجات دي بتديك طابع في النهاية ان المكان ليه يعني روناقه الخاص به وكمان بتساعد ان الناس بتبقى متفاعلة معاك ان هي ازاي تحافظ على الجمال يعني الشكل اللي هم وصلوله ازاي يساعدوكم ان هم يحافظوا عليه الناس هنا ببسطت بالتطوير اللي حصل طبعا طبعا انا عوزه لحضرك انت حضرك يعني انت قولت ان انت من تنطر اكيد حضرك حاسس بالكلام ده واحنا بنحسه كمان طبعا بس انا قصد سكان المنطقة كمان يعني عارف انا برضو حتى لو جيت او انا كزائر او كحد جاي يشتري حاجة او جاي الاغراض تجارية بيختلف شوية عن ساكن المنطقة لما يحس مثلا انه كان فيه اشغالات هو وغيره 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 كان بيعملها فما بقاش فيه اشغالات فبقت عربيته البضاء تدخله بمنتهى السهولة هو كمان بالتأكيد هيحس بفرق طبعا كلام حضرك سليم مية في المية هو ده المواطن بيحسوا بقى اما بيشوف اللي على الارض يعني يعني هنت يعني انت دايما انت والمواطن شريك في اللي بيحصل احنا بنحاول نعمل حاجة كويسة والمواطن دوره معانا انه بيساعدنا ان احنا ازاي نحافظها الحاجة دي صحيح ازاي التزامه معانا ازاي هو بيواعي معانا الناس ان احنا دي حاجة جميلة كلنا بنحافظ عليها ببلدنا انا عاوز اقولك ان الناس بتتفاعل معانا هنا لو شاف حد مثلا بيدر في حاجة وبتاع هو بيروح يحذره قبلنا عشان حكته اه لا وعشان هو خلاص وصل عنده مفهوم قبل كده كان ايه ودلوقتي ايه صح والزياد شعور الانتماء كمان هو بيحس ان المنطقة دي بتاعته ويتم تطورها عشانه فبتال لو شاف ايه تجاوز بيسرع في الابلاج